موسيقى من تابع حلقتنا تحت عنوان زمن الخفاش الأزرق أطلق الفنان صلاح صولي بمنطقة مرمخيل معروض أو معرض جمع خلاله صور من أرشيف ثورة 1958 أو أحداث عنف وهي من السنوات يلي عم علمك بتاريخ لبنان بمنطسف القرن الماضي تقرير من أحداث سنة 1958 ومن السنوات اللي علمت بتاريخ لبنان بمنطسف القرن الماضي من أحداث صنفوها بالثورة بأحداث عنف أو من بروفا مهدت للحرب اللبنانية ومن العملية اللي أطلقوا عليها اسم الخفاش الأزرق اللي شهدت على النزول 14 ألف جندي أمريكي على الأراضي اللبنانية لأنهاء أحداث 1958 من هالأحداث سوح الفنان صلاح صولي فكرة أو عنوان معرضه الجديد لرجع في السنة إلى بيروت من بعد معرضه من سنتين بصالة عدة أجيال بمنطقة الحمرة معرض لمقطوعات قديمة من جرايط من سنة 1908 خبرت عن أحداث هالفترة الزمنية اللي وجد صلاح صولي بمنزل أهله فجمعه ووضعه بإطار وعرضه أمام الجماهير بالإضافة لبعض المقابلات اللي صورها اللي يخبر عن تاريخ هالفترة الزمنية بهذا المعرض عم بشتغل عم موضوع سل الحرب الثورة الثمانية وخمسين بس والتركيز الأساسي على شغل على نقطتين الزكرة الشفوية اللي هي من المكتوبة ولا بمحل والزكرة البصرية الخاصة يعني عم بتواصل مع أشخاص عايشوا هالفترة عندهم معلومات وعندهم صور وعندهم معلومات بصرية كمان وعن بقدر إنسخ صور وعن برجع الصور هاي عيد تركيبة من جديد وطبعا بصيغة بصيغة جديدة نحنا كين هدفنا كبلان بي نحنا ننشر فكيبنا نعمل كتاب من هالشغل وما يكون الكتاب كتالوج معرض فما يكون بس ناخد صور المعرض ونجع نطبعهم بكتاب فكرة أنه كيف فعلا نعمل كتاب فني فكانت الفكرة أنه نرجع لأصل العمل يلي هو نطبع الصور طبع ونطبع الجرائد والأشياء اللي طبعهم فوقهم بيطباعة حريرية مثل ما هو عمل صلاح صول الفنان الموكين بين لبنان وبرلين اشتغل على الذاكرة الجماعية فطرح مجموعة صور شخصية من فترة زمنية لعديد من الأشخاص بيجهلوها بسبب تغيان سنوات الحرب اللبنانية اللي ترسخت بالذاكرة الجماعية أهمية هالمعرض أنه بذكرنا بشي صار من 47 سنة اللي هو مرحلة من تاريخ لبنان بعد قيد التدور بمعنى أنه مشادة هيدا المعرض يمكن هلأ بالحرب 58 ما نعيشتها بس أنا عيش حرب 75 وتتميتها أذا بديك وبعدني عم بكتوي بنارة من خلال خطف زوجي وخلال خطف 17 ألف بني قدم خلال الحرب من اللبنانيين والمقبين على الأراضي اللبنانية اللي بتعرفي شو بيستحلق أنه يكونوا عندي بعض اللوحات عندي بالبيت لأنه لوحات الزاكرة اللي عم يحكي عنها زاكرة كتير كتير مهمة بس هي زاكرة بمخيلته يعني عم يرجع يجددها بطريقة ذاتية وهيدا شي كتير مهمة معرض التجيز من الخفاش الأزرق والكتاب اللي صدر عنه The Days of the Blue Bed الصادر من دار نشر بلان باي انطلعوا بصالة عرض بلان باي بمنطقة مرم خارج قبل ما نختم حلقتنا لليوم ننتقل على السيديو كلام بيروت صباح الخير لك سلمان وصباح الخير لضيفك الوزير غازي العريض أهلا وسهلا شكرا صباح الخير صباح الخيرات شكرا صباح الخير جوال ولألك جوال معالي الوزير غازي العريضي اليوم رح نبدأ من لوزان أو زي بدأ نقول من إيران والاتفاق النووي المبدئي أو الأساسي يعني النقاط الأساسية اللي تم التوصل إليه موقف نتنياهو من هذا الاتفاق موقف الرئيس أوباما أيضا موضوع بالداخل موضوع اليمن على صعيد اليمن التطورات العسكرية وما قيل أنه عاد التوازن بالمنطقة ولكن بدأ الحديث فعلا عن موضوع التدخل البري الميداني بالانتقال إلى الداخل الحوار المستمر بين طيال المستقبل وحزب الله ومبرح كان جلسة ولكن قبله تم تطيير جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بموضوع الحكومة وبالداخل أيضا مواضيع الجيش وموضوع الأجهزة الأمنية والحدود نعم نتابعك بعد شوية سلمان أو مباشرة أو عبر الموقع التواصل أو موقع الفيسبوك الخاص ب futuretvnetwork.com الختم مثل العادة بيكون مع تقريرنا الرياضة بكرة أكيد حلقة جديدة من أخبار الصباح حل الساعة سبعة ونص متمنى لكم نهار مبارك ونشوفكم بكرة النادي الرياضي بيروت وطن البطولات ومركز الكؤوس والأكثر إحرازا للألقاب بالعالم العربي فهالشي ما بيجي من فراغ فاهتمام النادي البيروتي بلعبينه الصغار بيبلش من عمر كتير بكير إدارة النادي الرياضي بتعرف أهمية الاستثمار باللعبين الناشئين ولهالشي بعثي من النادي الرياضي غادرت فجر اليوم إلى فرنسا للمشارك بدورة ودي دولية للفئات العمرية نحن المدرسة النادي الرياضي عندنا عزيزي وكبيري وكريمي كتير لأنه تعطي فرصة لكل شباب لبنان أطفال متوسطين العمر صبايا وشباب أنه يكون له مستقبل الرياضي يخدموا بلده فيه ويرفعوا اسمه مدرسة كرة السلي بالنادي البيروتي تعتبر الأكبر بلبنان والعالم العربي فهي خزان النجوم يلي منه نحترفه خارج البلاد ولهيك بتشتغل دايما لتكون على مستوى عالمي طبعا الشغل الإداري هو عم نقوم فيه بكل جدية بالنادي الرياضي كرميل نقدر نطور للعيبة اللي عنها ونساعدهم أن نوصلهم للفل كتير عالي وإن شاء الله نقدر نشوف منهم نوصلوا بوعا معنا على درجة الأولى مثل ما شفتوا قبل شوي كان فيه طبش وجديل يعني هيدا حلمنا نحنا أنه نوصل قدمة فينا من الأكاديمية تبعيتنا يكونوا خزان لألنا للمستقبل بإذن الله لما نقول الرياضي مدرسة الجيل هيدا مش مبالغة فالرياضي جيل بيسلم جيل والله الأهم نسلمه بالرياضة لأنه كلها أخلاق ونتمنى له أنه يتوفقه نعرف نحن وقته بلشنا بالرياضة وإن شاء الله هني بيكمله وجيل عجيل بيكمله إن شاء الله لمصلحة الرياضة ولمصلحتهم هني أنه أحس حال أنه كتير مبسوط أنه كان يلعب برياضة وهلأ مبسوط لأنه رايح ألعب برات لبنان ومع فرية الرياضة والله هاي أحلى شغلة ممكن واحد يقدر يعطيها لأولاده ثلاث إشياء بيعطيهم العلم بيعطيهم الإيمان وبيعطيهم الرياضة لأنه بخبرتي أنا هيدا أحسن شيء ممكن لسين يعملوه بيبعدوا عن كل شيء عاطل عن كل شيء بدروا وبعدين لقدين بتضل صحتوا معوه الحمد لله أنا مبسوط إنه جاد مسافر وعم شارك بالرياضة يعني على القليل يعملوا بك عندما أريد أن أشعر سأعتقد أن أبي يجب أن أشعر لذا أريد أن أكون جيداً كأبي كل اللعبين النشئين بيعرفوا حالهم شو بدهم وليش مسافرين ع فرنسا ورح يلعبوا بطول اللي رح تعطيهم خبرة من عمر كتير صغير معروياتنا كتير مبنيحة ونحن رايحين نربح وإذا مربحنا تلبي جود إكسبرينس لقلنا ويكفي إنه لبنان مشارك لأول مرة ويشد بي براود اوف ديس وإنه نحن عم نلعب انترناشنل لو نحن عمرك تسعة سنين لازم نكون مبسوطين كتير بديقول إنه اليادي أحسن نادي بالعالم كله إنه مروح من المبسط ونلعب باسكت وفتبول وقشة سبور المدربين بمدرسة كرة السلب النادي الرياضي كمان على مستوى عالي ومتطورين بالتفكير والأداء الدورة اللي رايحين عليها حتكون مهمة لهذا العمر لأنه أول شي حيحتكوا مع العيبة من برا حيشوفوا لفل تاني نحن كرياضي هاي أول مرة منشارك فيها كتير مهمة لإنهم بهذا العمر إنه بعضهم صغاروا عم بياخدوا هذه الإكسبرينس يعني بغير بلدان أو بغير أندية عم بيطولوا شوية ليسفرون بس بهذا العمر بعد ولا نادي لهلأ سفر لبرا وخصوصا على فرنسا هيدا أول نادي بلبنان بشارك بهذا التورنمان الوصول إلى القمة صعب ولكن المحافظ عليها أصعب الرياضي بيروت من هالمنطلق عم يشتغل ويأسس صح وبالمشارك بدورة دولية بفرنسا للفئات العمرية هيدا بداية طريق لإنشاء نجوم للمستقبل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر في جنوب ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة